اشتركوا في القناة وشعار برنامج طبيبك فانت هو المسؤول عن صحتك مش الدكتور او الممرض او المستشفى او العيادة لانه انت طبيب نفسك كنا بدأنا في رحلة البحث والدراسة في الجهاز الهضمي نكملها الان بقرحة المعدة قرحة المعدة زي ما اتفقنا انه المعدة مصممة انها تستحمل كميات ساء الحمضي عالية التركيز لكن احيانا لاسباب انا هقولها الوقتي الجدار المعدة مقاومته لهذا الحمض يقل فالحمض بيجي يجرح جدار المعدة وده اللي بيسموها القرحة او الجرح القرحة المعدية ليها نوعين بس اعراض الاثنين متشابهة وانا هقولك ازاي الوقت يتفرق ما بين النوع الاول والنوع التاني النوع الاول اللي هو القرحة المعدية ده اللي هو في النصف الاعلى من المعدة النوع التاني اسمه قرحة الاثنى عشر كلمة الاثنى عشر ده مصطلح طبي لامتداد المعدة او الديل بتاع المعدة ده اللي هو النوع التاني يبقى قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر ده النوعين الاثنين أعرضهم الألم بعد الأكل نتيجة أنه لما المعدة بتبتدي تهضم الأكل بيحصل أنه الحمض إفرازه بيزيد فلو فيه جرح طبعا الحمض إفرازه بيزيد فبتكون نتيجة أنه الألم الناتج عن هذا الجرح بيزيد قرحة المعدة أنا بحس بهذا النوع من الألم مباشرة بعد الأكل أو في خلال دقائق قليلة القرحة الموجودة في الاثنى عشر أنا بحس بالألم في مكان أوطى شوية من القرحة المعدة وبحس به دايما تقريبا بعد نص ساعة من انتهاء من تناول الطعام هما الاثنين بيزيد الألم بتاحهم في المساء قرحة المعدة مجرد لما بشرب شيء من منتجات الألبان الألم بيخف مباشرة لأنه ده أقرب حاجة أول ما اللبن بينزل بيغلف الجرح فبيخلي الألم بس يخف اللبن ومنتجات الألبان ما بتشفيش قرحة المعدة قرحة الاثنى عشر ما بتتأثرش كتير بالموضوع ده لأنه مكانها أسفل قرحة المعدة الصورة اللي احنا شايفينها ده هو مكان قرحة المعدة أكتر مكان بييجي فيه قرحة المعدة هو في التانية دي بتاع جدار المعدة في أعلى المعدة تحت المريء بحوالي اتنين بوصة تقريبا الكلام ده أنا بقوله لي لأنه تقريبا علاج قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر متشابه جدا خلي بالكم زي ما أشرت سابقا أنه في أغلب الأحيان نتيجة أو أصدي سبب الإصابة بقرحة المعدة أو الاثنى عشر الاثنين في أغلب الظن هو التهاب في جدار المعدة في بكتيريا ويزداد انتشارها كثيرا جدا في المنطقة العربية اللي تعتبر تقريبا منطقة العربية التالت مكان في العالم في هذه البكتيريا انتشارا والبكتيريا دي ما نقدرش نحد من انتشارها لأنه متواجدة في المياه في المنتجات الزراعية متواجدة في متسعة الانتشار في أماكن كتيرة قوي وتنتقل لو أنا دخلت دورة المياه وأنا عندي هذا الالتهاب أتمنى أن احنا نفتكر نخسل إيدينا كويس لأنه بتنتقل عن طريق هذا النوع من العدوى إذن هذه البكتيريا ببساطة جديدة أو لو اكتشفت أن هي عندي وعالج البكتيريا مع علاجي لقرحة المعدة يبقى كده علاجي صحيح وناجح لو عالجت قرحة المعدة من غير ما أعالج البكتيريا مجرد ما القرحة تلتأم بعديها بالكتير خالص بتمن أسابيع هترجع للقرحة تاني في نفس المكان أو يمكن في مكان تاني يبقى ده يخليني أقر معكم بهذه الحقيقة هذه البكتيريا سريعة الحركة هي عاملة بالضبط زي أسطوانة لها كأنه اتنين شنب بيتحركوا بسرعة واسمها هليكوباكتر أو الـ H-Pylori لو أنا بأعاني من قرح في المعدة متكررة بدل معالج أعالج أعالج عصارة المعدة وإفراز الحمض في المعدة أولى بي أننا أخذ نقطة دم واحدة في أي معمل إذا كان ده متاح حولي وقل له يكشف لي إذا كان عندي H-Pylori ولا لا اللي هو الـ Helicopacter pylori ده يخليني أقر معكم بشيء إذا عرف السبب يبقى العجب كله هيظهر قدامنا كأنه شيء بسيط جدا والعلاج هيبقى أسهل بكتير جدا من أن إحنا نصرف فلوس ونكرر وخاصة أن علاجات قرحة المعدة في أي مكان في العالم وكمان في المنطقة العربية مش متاح بأسعار رخيصة لأنه دايما منتجات أو العقارات الخاصة بقرحة المعدة دايما بتبقى مكلفة خليني أختم وأقول أنه المعدة عضو في جسمنا مفروض نحس بالشفق عليه لأنه السائل الحمضي اللي فيه عالي التركيز جدا وممكن يؤلمني كثيرا ربنا يساعدنا وإحنا بنحاول نصون جسدنا اللي هو عطية من خلقنا العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر